ازهد في الدنيا يحبك الله فقام لبيب أريب وقال وهل الزهد في الدنيا عدم التملك عدم تملكها قلنا لا الزهد في الدنيا أن تهمل الدنيا قلبك لا ينشغل بها قلبك لا ينشغل بها سواء تملكتها أو تفرغت يدك منها وقد بينا بالأمثلة الرائعة عندما تفرغت اليد منها وكيف كان أحب الناس إلى الله هو أزهد الناس في هذه الدنيا تأسيا به وقلنا في الوجه الآخر وإن تملكتها فعلامة المحبة أن تنفقها في سبيل الله جل فعلا نعم المال الصالح للرجل الصالح